أكد وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف ضرورة مواجهة الإرهاب والتطرف بكل أشكالهما في العالم وعدم تبرير الإرهاب من أجل إسقاط أنظمة شرعية وشدد لافروف في كلمة له أمام مؤتمر بيونيخ التاسع والأربعين للأمن على ضرورة المساهمة في التغلب على الأزمات الدولية والنزاعات الداخلية عبر تأييد مساء الحوار الوطني الشامل والتخلي عن فرض العقوبات من مجلس الأمن وحمل لافروف الدول الغربية مسؤولية استمرار الأزمة في سوريا مشيرا إلى أن تلك الدول لو ركزت جهودها ومساعيها والتزمت ببيان جنيف الذي كانت جزءا منه لانتهت الأزمة في سوريا الآن ودع وزير الخارجية الروسي إلى عقد لقاء جديد لمجموعة العمل الدولية بشأن سوريا معربا عن أمله في أن يقوم مبعوث الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي بتحريك هذه الفكرة وأكد لافروف أهمية السعي إلى استدباب الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتأييد الإصلاحات الديمقراطية دون فرض أي إملاءات من الخارج داعيا إلى منع تكرار مآسي الحروب وتركيز الجهود الدبلوماسية في إطار الأمم المتحدة وأوضح لافروف أن توسع مشاريع حلف الناتو سيأتي بدرر كبير على مستقبل العلاقات بينه وبين روسيا مشددا على ضرورة انتهاج سياسة النزيهة تعتمد على أولوية القانون الدولي ومبادئ العدالة ومنع التدخل هناك الكثير من المسائل المتعلقة بمواقف شركائنا الغربيين هل يسمح مثلا بدعم الجهات الموالية لتغيير النظام من خلال تبرير الأساليب الإرهابية؟ وهل يمكن أن تحاربوا أولئك الذين تدعمونهم في حالات أخرى؟ كيف يمكن حماية أنفسكم من أن لا تستخدم ضدكم الأسلحة التي قمتم بتوريدها بشكل غير شرعي إلى منطقة النزاع؟ جميعنا يريد ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط وفي القارة الإفريقية فضلا عن المناطق الأخرى إذا كان ذلك هدفنا المشترك فقد نستطيع الاتفاق على القواعد الشفافة التي سيعمل اللاعبون الدوليون على أساسها الاتفاق على أننا سندعم جميعا إصلاحات ديمقراطية في الدول التي بدأت فيها التغييرات ولكن من دون فرض مبادئ عليها من الخارج وعلى أننا سنسم في تسوية سلمية لنزاعات الداخلية ووقف العنف من خلال خلق الظروف للحوار الوطني وعلى أننا سنتجنب التدخل الخارجي وخاصة من خلال استخدام القوة وعلى أننا سنكافح الإرهاب والتطرف في كل أشكالهما وأعتقد أنه إذا قم جميع مشاركي لقاء مجموعة العمل في جينيفا بتحقيق ما اتفقوا عليه جميعا فمن المحتمل أن لا تكون هناك حرب في سوريا اليوم ترجمة نانسي قنقر